بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة صوتية لمحاضرات الدكتور صالح بن فوزان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هذا الموضوع موضوع الأمن ومسبباته وحاجة البشرية إليه موضوع مهم جدا خصوصا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن مكثر فيه الخوف والقلق والاضطراب في كثير من البلاد بسبب أن الكفار يريدون أن يقضوا مضاجع المسلمين في بلادهم وأن يفرقوهم إلى شيع وأحزاب يقتل بعضهم بعضا حتى يتوفر للكفار ما يريدون ولن يتوفر بحول الله وقوته ما يريدون لأن الأمن مربوط بهذا الدين وهذا الدين باقي ولله الحمد باقي إلى الأجل الذي أجله الله سبحانه وتعالى من آخر الدنيا فلن يتحقق لهم ما يريدون وإن تحقق لهم في جهة فلن يتحقق لهم في الجهة الأخرى لأن الله يبقي لهذا الدين من يقوم به ومن ينشره وهذا مما يقض مضاجع الأعداء فالله جل وعلا ناصر دينه وحافظ عباده المؤمنين والأمن أيها الإخوة ضد الخوف الأمن ضد الخوف هما ضدان إما أمن وإما خوف وهو أن يأمن الإنسان على دينه ويأمن على نفسه ويأمن على أهله ويأمن على ماله ويأمن على مجتمعه في حله وترحاله وفي إقامته وأسفاره فالأمن نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى وقد جاء الأمن وقد جاء الأمن مع هذا الدين ولله الحمد كانت العرب والجزيرة العربية في قلق والضراب وفوضى وتحكموا بها الأعداء من الروم والفرس وغيرهم من الأمام كانوا يتحكمون في العرب في هذه الجزيرة ولما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم جاء معه الأمن والاستقرار لله الحمد قال تعالى واذكروا أنتم قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاتل ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا كنتم على شفى حفرة من النار فأنقلكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون هذا حصل على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم استمر ولله الحمد ما بقي هذا الدين وإن فقد في ناحية بسبب من قبل أهلها فإنه سيبقى في ناحية أخرى وإن تتول ويستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم فإذا رجع المسلمون إلى دينهم أرجع الله لهم الأمن والاستقرار فالأمن يدور مع هذا الدين حيثما حل هذا الدين حل الأمن وحيثما ضعف هذا الدين أو فقد ضعف الأمن أو فقد وهذا الأمن ضروري للمجتمع قدمه الله على على الطعام والشراب لأن الإنسان لا يهنى بطعام وشراب ولا نوم إلا بتوفر الأمن ولهذا لما دع الخليل عليه الصلاة والسلام لمكة قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم شوف من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير فقدم عليه الصلاة والسلام طلب الأمن على طلب الرزق اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون سمعتم في الآية أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف هما قرينا لا يتوفر الرزق ولا يهنأ بالعيش إلا إذا تحقق الأمن فلهذا جاء في دعاء إبراهيم عليه السلام مقدما على الرزق اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون والأمن يتحقق بأمور أولا صلاح العقيدة أولا صلاح العقيدة بإخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك الذي يفرق الناس ويسلط عليهم العقيدة هي صمام الأمن عقيدة الصحيحة عقيدة التوحيد فراد الله بالعبادة له صمام الأمن كما قال سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا بالله عز وجل وعبدوه حق عبادته أخلصوا له الدين ولم يلبسوا إيمانهم أي توحيدهم ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك فإذا فإذا دخل الشرك فأفسد التوحيد اختل الأمن ولم يلبسوا أن يخلطوا إيمانهم بظلم أي بشرك فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فسرها الظلم في هذا بالشرك لما أشكلت هذه الآية على الصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله أينا لم يظلم نفسه ظنوا أن المراد بالظلم هنا ظلم النفس بالمعاصي وهذا قل من يسلم أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله قال ليس هذا بالذي تعنون إنما هو ظلم الشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح الذي أخبر الله فيه عنه أن المراد بالظلم هو الشرك الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن أي لم يخلطوا توحيدهم لم يخلطوا توحيدهم بشرك ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح يعني لقمان لما قال لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم هذا أعظم منواع الظلم هو الشرك إن الشرك لظلم عظيم والقرآن يفسر بعضه بعضا ويفسر القرآن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ففسر الله الظلم بالشرك ودل على أن الأمن والشرك لا يجتمعان ولذلك لم يأمن المشركون في جزيرة العرب لم يأمنوا على حياتهم حتى أخلصوا العبادة لله عز وجل فاطم أن استتب لهم الأمن واجتمعت كلمتهم وقال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضالهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون يعبدون أني لا يشركون بي شيئا بهذا الشرط فإذا عبدوا الله عز وجل ولم يشركوا به شيئا فإنه يتوفر لهم هذا الوعد الكريم وعد الله الذين آمنوا منكم آمنوا منكم وعملوا الصالحات جمعوا بين الأمرين الإيمان والعمل ليستخلفنهم في الأرض يجعلهم هم الورثة والوراثة لهم على هذه الأرض بدل الذين سبقوهم من المشركين ليستخلفنهم في الأرض ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم الذي ارتضى لهم هو بأي دين بل الدين الذي ارتضاه الله عز وجل وهو الإسلام ورضيت لكم الإسلام دين الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن بشرط يعبدونني لا يشركون بي شيئا فبذلك يحصل الأمن وليس الأمن في الدنيا فقط بل الأمن في الآخرة من النار أيضا أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يأمنون في الدنيا ويأمنون في الآخرة يأمنون في الدنيا من الخوف ويأمنون في الآخرة من النار لهم الآمن وهم مهتدون كذلك مما يسبب الأمن مما يسبب الأمن وينشره في الأرض أيضاً مما يسبب الأمن وينشره في الأرض تحكيم الشريعة الإسلامية بدلاً أن تحكم القوانين والأنظمة البشرية حكم شرع الله عز وجل هذا الذي يوفر الأمن للناس فيقيم الحدود يقيم الحدود ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر بذلك يحصل الأمن أيضاً الحدود التي شرعها الله رادعة عن الجرائم التي تخل بالأمن فيقام حد المرتد على من تلاعب بالعقيدة وأفسد العقيدة يقام عليه حد الردة حتى يرتدع غيره وحتى تستقر العقيدة ولا يعبث بها التي تطاول على العقيدة ويستهز بالعقيدة ويقول الناس أحرار في عقائدهم اتركوا أن تقولوا للناس أخلصوا العبادة لله اتركوا الناس على عقائدهم حرية العقيدة يقولون هذا غاش للبشرية فلا أمن مع اختلاف العقيدة هابد لا أمن مع اختلاف العقيدة وكذلك لا أمن مع اهمال الحدود فيقتل المرتد حفظاً للدين ويقتل القاتل حفظاً للدماء قصاصة تقطع يد السارق حفظاً للأموال يقام حد القذف حماية للأعراب يقام حد الزنا حفظاً للفروج والذرية والأنساب يقام حد المسكر حفظاً للعقول التي وهبها الله لبني آدم فإذا وقيمت هذه الحدود أمن المجتمع على عقيدته على دمه على عرضه على نسبه وأخلاقه على ماله على عقله تكاملت إذن تكامل الأمن هذا ما تتضمنه عقيدة التوحيد وعقيدة الشريع وأحكام الشريعة إذا وقيمت بذلك يتوفر الأمن للبشر وبقدر ما إذا فقدت الحدود ولم تقم الحدود وعطلت فقد الأمن بالكلية إذا عطل شيء منها فقد شيء من الأمن بحسبه بحسبه وهكذا كذلك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا صمام أمان المجتمع من الهلاك فما دام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمين فهذا صمام الأمان لهذا المجتمع من العقوبات والهلاك وعد الله الذين آمنوا منكم وأملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وعد الله الذين آمنوا منكم كما قال الله سبحانه وتعالى في آية الحج وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهُوا عَنِ الْمُنْكَرُ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ الأمر بالمعروف النهي عن المنكر أمانٌ للمجتمع من الهلاك إذا ضيّع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حقّ العذاب على هذا المجتمع وآذن بالزوال كما حصل لبني إسرائيل لما تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبِيسَ ما كانوا يفعلون لو لا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السُحْت لبِيسَ ما كانوا يصنعون فلابد من قيام الأمر بالمعروف النهي عن المنكر في المجتمع حتى يتحقق الأمن وإلا فهو معرَّض للهلاك في أي لحظة وكذلك الأمن في الطرقات والأسفار تُأمَّن الطرق وذلك بإقامة حد الحرابة بإقامة حد الحرابة على الذين يقطعون السبيل ويتعرَّضون ويتعرَّضون للمسافرين تعرَّضون للبضايع تعرَّضون للمتاجرات بين البلدان فينهبونها ويقتلون الناس هؤلاء هؤلاء حد الحرابة يقام عليهم حتى تأمن السُّبُل قالت سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَو من الأرض أن يُقتَّلوا إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يُقتَّلوا أو يُصَلَّبوا أو تُقطَّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو يُنفَو من الأرض لا يُترَكُون في بلاد المسلمين يُطرَدون حتى تأمن السبل ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب أليم ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من بعد ذلك إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم قبل أن تقدروا عليهم يتوبون ويلقون السلاح ويتراجعون قبل أن يقبض عليهم تقبض عليهم السلطة أما إذا قبضت عليهم السلطة فإنه لا ينظر إلى توبتهم يقام عليهم الحد ويبقى قبول التوبة فيما بينهم وبين الله عز وجل لكن لا يسقط عنهم الحد في الدنيا بعد القبض عليهم هذا لأجل الأمن في الطرق والسبل وكذلك الأمن في الدولة لذلك يقتل الخوارج الذين يخرجون عن طاعة ولي الأمر شقون عصى الطاعة ويقتل البغاة الذين يقومون على ولي الأمر بحجة الأمر بالمعروف والنايع المنكر ويريدون أن يشقوا عصى الطاعة ويقولون نريد الأمر بالمعروف والنايع عن المنكر هؤلاء هم البغاة وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيئ إلى أمر الله فإن فات فأصلحوا بينهما بالعدل وأقصطوا إن الله يحب المقصطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بينها أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون هذا قتال أهل البغي لا بد منه لأجل شفظ الأمن أمن الجميع يحفظ الأمن وتحفظ الجماعة والإمامة بقتال من تطاول عليها وندد بها وتظاهر ضدها وعمل الأعمال التي فيها العصيان لولي الأمر ما دام أن ولي الأمر مسلما ما دام أنه مسلم فلا يجوز الخروج عليه ولا يجوز شق عس الطاعة لأن هذا مضرّة للمسلمين عامة ليس لولي الأمر فقط الاعتداء على منصب ولي الأمر هذا ضرر بالمسلمين جميعا لذلك يُخذ على أيديه حتى يستتب الأمن ويستقر الجميع هذه مقومات حصول الأمن للمجتمع فلا بد من المحافظة عليها ولا بد من دراستها لا بد من دراستها ومعرفتها ولذلك الفقهة رحمهم الله جعلوا أبواباً للحدود باب حد المرتد باب القصاص باب حد السارق باب حد شارب الخمر باب حد القاذف باب حد الزنا تُخفظ الأعراض بهذه الأمور كما تُخفظ الدماء كما يُخفظ الأمن كما يُردع المجرم حتى يُصبح المجتمع آمناً من كل النواحي فهذه هي مقومات الأمن المجتمع فإذا فُقدت فُقد الأمن كما في قوله تعالى وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً يعني مكة المُشَرَّفة أهل مكة كانوا على الشرك ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به وعاندوا وأبوا يتبعوا وأخرجوه من مكة مهاجراً إلى المدينة عقبهم الله جل وعلا وهم يسكن في مكة وهم من قريش أشرف العرب عقبهم الله وضرب الله مثلاً قريةً كانت آمنةً مُطمئنة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان هذه مكة المُشَرَّفة يأتيها رزقها رغداً من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون بسبب ما كانوا يصنعون ثم قال وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ منها المكة وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ الله ما ينظر إلى شرف النسب ولا إلى شرف المكان إنما ينظر إلى الدين والعبادة له سبحانه وتعالى فيحقق لمن قام بذلك الأمن ويوفِّره له ليس أمناً في الدنيا فقط بل أمن في الآخر أيضاً أمن مستمر نسأل الله الكريم من فضله وإذا فقدت هذه المقومات واكتفي من الإسلام بالتسمي فقط والحكم لغير الإسلام عُطِّلَت الحدود تُرِكَ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذانا والعياذ بالله الهلاك عاجلاً أو آجلاً فيجب على المسلمين أن يتقوا الله على أولاة الأمور وعلى الرعيه أن يتقوا الله وأن يحافظوا على ما يوفِّر لهم الأمن والاستقرار في الدنيا والأمن في الآخرة في الجنة والنجاة من النار فالأسباب موجودة موجودة بأيدينا إذا تمسكنا بها وقمنا بها الأسباب موجودة والله وعدنا أنه يوفِّر لنا الأمن هذا هو أسباب توفر الأمن الأمن لا يتوفَّر بالحديد والنار لا يتوفَّر بالقوة والبطش بل هذا مما يُرحِّل الأمن ويمزِّق الأمن إنما يتوفَّر بالإيمان والعبادة توحيد الله تحكيم الشريع قامة الحدود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه الأمور يتوفَّر الأمن للمجتمع أما البطش والعقوبة والأسلحة والفتَّاكة فهذه تُسبِّب الخوف ما تُسبِّب الأمن لأنها وسائل تدمير وسائل تدمير وهي عقوبة تمكينهم منها وهم على هذه الحالة عقوبة لهم وللبشرية نسأل الله العافية فالأمن لا يتحقَّق بالقوة والبطش والجباروت إنما يتحقَّق بالعدل والقصد وإقامة وإقامة هذا الدين الذي اختاره الله لنا بهذا يتحقَّق لنا الأمن والاستقرار نسأل الله عز وجل أي وفِّقنا وإياكم لصالح القول والعمل وأن يرزقنا وإياكم والمسلمين الأمن والاستقرار في أوطاننا وفي بلادنا وعلى ديننا وجميع مقوِّمات حياتنا إنه سميعٌ مُجيب صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين شكر الله لكم شكر الله لكم سماحة شيخنا على ما قدمتم من توجيهاتٍ أبوية ونسأل الله أن يجزي شيخنا خير ما جزى والداً عن أبنائه سماحة الشيخ نستاذنكم في عرض بعض الأسئلة التي نعرض منها ما تيسر به الوقت ولو أعطانا سماحة الشيخ وقتاً بعد العشاء لعرضنا جميع الأسئلة التي وردت إلينا يقول السائل حفظكم الله ما نصيحتكم في هذه الفتنة التي يواجهها الإنسان أمام الأحداث التي يتعرض عليها العالم أجمع وما موقف طالب العلم من ذلك هذه الأحداث لا تزول وستزيد أن لم يرجع المسلمون إلى دينهم أن لم يرجع المسلمون إلى دينهم رجوعاً صحيحاً وإلا فإن هذه الأحداث ستزيد وسيسلط الله الأعداء على المسلمين يا إخوان لما حصلت غلطة من بعض الصحابة في وقعة أخذ غلطة واحدة من بعض الصحابة وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوقفهم على الجبل يحمون ظهور المسلمين من الكفار حتى لا يتمكن الكفار من الإتيان إلى المسلمين من خلفهم لما دارت المعركة وانتصر المسلمون في أولها وصاروا يجمعون الغنايم الرسول قال لهم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا لكن لما رأوا المسلمين يجمعون الغنايم ظنوا أن المعركة انتهت وقالوا ننزل ننزل نشارك إخواننا في جمع الغنيمة ونعينهم على ذلك قال لهم قائدهم ألم يقل لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتركوا الجبل سواء انتصرنا أو هزمنا فلم يرجعوا إلى قوله نزلوا ولم يبق إلا هو وقليل من الرمات فاستشهدوا رضي الله عنهم المشركون انتهزوا الفرصة وجاءوا من الخلف صعدوا الجبل وجاءوا من خلف المسلمين وهم لم يشعروا آمنون أن ظهورهم محمية فوقع المسلمون بين الكفار من الأمام ومن الخلف دارت المعركة مرة ثانية وحصل على المسلمين ما حصل من القرح وحصل من القتل بسبب غلطة حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أصيب في هذه الغزوة لأن العقوبة إذا جاءت تعم تعم الصالح والطالح حتى الرسول ناله منها ما ناله كسرت رباعيته وهشم المغفر على رأسه صلى الله عليه وسلم وشجت وجنته سال منه الدم عليه الصلاة والسلام بسبب مخالفة خالفوا فيها أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ولقد صدقكم الله وعده تعسونهم بإذنه تقتلونهم حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم لأبتليكم لكن الله طمأنهم قال ولقد عفى الله عنكم طمأنهم على أنه لا يعاقبهم فيما بعد فهذا نموذج أنه إذا حصل خلل حتى من أفضل الناس أنه معرض للعقوبة فكيف وكثير من المسلمين اليوم إنما يكتهون بالتسمي بالإسلام ولا يحققونه ما يحققون الإسلام لا يحكمون به لا يعتقدون عقيدة الإسلام لا ينفذون الحدود لا يأمرون بالمعروف ولا ينهون عن المنكر فلذلك لا نستغرب أن الفتن تعصف الآن بالمسلمين ولا مخرج لهم من هذه الفتن إلا بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول حفظكم الله وهذه كثير من الأسئلة قدمها أصحابها بقولهم إني أحبك في الله ويقول هذا السائل إذا كان الرئيس أو الحاكم ظالم وفاجر فهل نصبر على ظلمه أو نخرج عليه ونضع مكانه من هو أحسن منه أولاً إذا كان الحاكم مسلماً ولم يخرج من الإسلام فلا يجوز الخروج عليه أبداً يصبر عليه لأن الخروج عليه فيه من المفاسد أكثر مما في الصبر عليه على ما عنده من نقص وخلل أما إذا كان الحاكم غير مسلم وكان بالمسلمين قدرة كان عندهم قدرة على إزالته واستبداله بأحسن منه فإنهم يفعلون ذلك أما إذا كانوا لا يقدرون على ذلك إلا بشر وفتن وسفك دمى وضياع للبلد وضياع فلا يجوز هذا لا يجوز دفع الضرر بما هو أشد منه نعم يقول حفظكم الله بعض إخواننا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر يبدلون النصيحة بالغلظة إما يجعل الناس تنفر منهم فما نصيحتكم أولاً الغلظة ما هي الغلظة بعض الناس كل شيء عنده غلظة لو قلت له أنت مخطي هذا خطأ هذه معصية يقول أنت متشدد وهذه غلظة ما ليس هذه غلظة فالغلظة تختلف اختلاف الناس الغلظة لا تجوز الغلظة لا تجوز ما دام إنه يكفي عنها الرفق أما إذا لم يكفي عنها الرفق فلابد من الغلظة يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الغلظة في محلها مشروعة أما إذا كانت الغلظة في غير محلها وأنه يمكن استعمال الرفق بدلا فلا تجوز الغلظة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن نعم يقول حفظكم الله تعالى هناك من يقول إن الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله وغيره من العلماء كانوا ينكرون على ولي الأمر علانية فهل هذا صحيح؟ وين إنكار الشيخ محمد بن إبراهيم وغيره أين إنكارهم علانية من قال هذا؟ أين هذا في كلامه في مؤلفاته؟ هذا اخترا وكذب نعم كانوا يناصحون ولي الأمر لكن يذهبون إليه ويناصحونه بينهم وبين أما أنهم ينكرون على ولي الأمر بعيدا عن ولي الأمر في الشوارع في المجامع هذا حاشا وكلا حاشا وكلا أن العلماء ينكرون على ولي الأمر بهذه الطريقة هؤلاء كذبة نعم يقول حفظكم الله ما حكم قول العذر لله ثم إليك ما فيه بس نعم أن تعتذر إلى الله مما حصل منك من الخطأ وتعتذر أيضا إلى المخلوق نعم يقول حفظكم الله تعالى رجل تائب كان اشترى شقة بأقصات ربوية من البنك والآن تباع الشقة وتسدد للبنك وقد يكون في البيع ربح فهل يحل له الأخذ من الربح الله هذا مؤسس على ربا يتصدق بما يأتيه من هذا المال مع التوبة إلى الله عز وجل نعم هو ما هو يتصدق لكن يتخلص تخلص من هذا المال وله ما هو صدقة وهو أصل حرام ما يكون صدقة لكن يتخلص منه بوضعه في المواضع التي تنفع المسلمين نعم يقول أحسن الله إليكم ما رأيكم في من يقول إن الصحابة والسلف لهم منهجان مع ولاة الجول والظلم الأول الصبر والثاني الخروج على ولاة الظلم ويحتجون بخروج الحسين وابن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ومن خرج يوم الحر على يزيد ويقولون كان معهم عشرات الصحابة الصحابة كانوا أخذين بمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخرجون على أئمة الجول هذا إجماعهم أو أكثرهم أما كونه حصل من أفراد منهم اجتهادات ويخطئون فيها فممكن أن الأفراد أن الأفراد يحصل منهم اجتهادات يخطئون فيها ومن ذلك ما حصل من بعضهم هذه أخطاء اجتهدوا فيها لهم فيها أجر وهم معذورون عند الله سبحانه وتعالى لكن لا يتابعون على هذا ولا يستدل بفعلهم ما يصرح فعلهم للاستدلال نعم يقول حفظكم الله ما توجيهكم لمن يقوم بحلق لحيته أو تقصيرها أو تحديدها ثم تكميل ماذا أسفرت عنه هذه التصرفات على المسلمين ما أسفر عنه خروج بن الزبير مع أن بن الزبير ما خرج على ولي أمر قايم لكن أراد أن يقوم بالأمر لما حصل فجوة أراد أن يقوم بالأمر ما خرج على إمام قايم حاشا وكل وأما الحرة فنعم خرجوا على يزيد باجتهاد منهم وماذا كانت النتيجة كانت النتيجة الضرر الكبير على المسلمين ما حصل فائدة ولا نتيجة طيبة للمسلمين نعم يقول حفظكم الله ما توجيهكم لمن يقوم بحلق لحيته أو تقصيرها أو تحديدها لا سيما إن كان الفاعل ملتزما نرجو التفضل بالإجابة هذا من الشيطان لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإكرام اللحة وتوفيرها وإرسالها وإرخائها وإعفائها لما أمر بذلك الشيطان يتسلط عليهم ويزيّل لهم الحلق حلق اللحية فإن لم يقبلوا منه الحلق اكتفى منهم بالقص وتحديد اللحية كما يقولون من هنا وهناك الشيطان ما يتركهم يتدرج بهم شيئا فشيئا الواجب على المسلم أن يمتثل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فيترك لحيته على ما هي عليه وهي جمال ولله الحمد ما فيها نقص بل هي جمال وزينة للرجل وماذا حصل للذين عبثوا بلحاهم هم من أشوه الناس وجوها هذا كل يعرفه أما الذي يعفي لحيته فهذا من أجمل الناس وجها هذا شيء معروف نعم يقول حفظكم الله تعالى مع موجود دورات المياه التي لا تبقي نجاسة هل يقال دعاء دخول الخلاء نعم دعاء دخول الخلاء ما هو بعد الدخول يقال قبل الدخول تقوله قبل الدخول فليس هو بعد الدخول نعم يقول حفظكم الله بلدي حكومتها كافرة فهل يجوز لي أن أبايع الرئيس وأشارك في الانتخابات الرئاسية لا أترك هذا لا تدخل معهم لا تدخل ولا يجوز لك تعيش معهم وأن تقدر على الهجرة لا يجوز لك تعيش معهم لكن إذا تريف للإقامة تقيم معهم بدون أن تبايعه وبدون أن تنتخب نعم يقول حفظكم الله تعالى بعض الإخوة يتضايقون من نظام ساهر فيضع بعضهم أمام لوحة السيارة لزقى حتى لا يتبين رقم اللوحة ما حكم هذا الفعل؟ يا أخي ما أحدك الله على هذا وعلى هذا التحيل لا تسرع وتسلم لا ساهر ما هو يتعرض للذين يسيرون السير المحدود الذي يسمح به المرور ما يتعرضون إنما يتعرضون للمسرع أنت لا تسرع حتى تسلم من هذا نعم يقول حفظكم الله ماذا على من لم يحرم من الميقات خطأاً أو نسياناً وما حكم حجه؟ حجه صحيح لكن عليه إذا تذكر قبل أن يحرم إذا تعدى الميقات ثم تذكر قبل أن يحرم يعود إلى الميقات ويحرم من الميقات ولا صار شيء الحمد لله فإن أحرم بعد ما تعدى الميقات يكون عليه فدية تجبر ترك هذا الواجب وإلا حجه صحيح والحمد لله نعم يقول حفظكم الله تعالى هل جميع الرافض كفار وهل نعاملهم معاملة المسلمين أو الكفار من انطبق عليه نواقض الإسلام فهو كافر من الرافضة وغيرهم من انطبقت عليه نواقض الإسلام أو بعضها فإنه يخكم عليه بالردة نعم يقول حفظكم الله تعالى ما حكم الدعوة إلى المظاهرات والثورات التي تقام في البلدان الإسلامية وما موقف المسلم من ذلك أن يكف عن هذا ولا يدخل فيها ولا يخرض عليها لأنها تجر على المسلمين شرا ولا تهيد شيئا لا تهيد شيئا وإنما تجر شرا فالمسلم لا يشارك فيها ويؤثر العافية نعم يقول حفظكم الله تعالى رجل لديه عامل فاتفق هو وكفيله على أنه إذا اشتغل عند أي شخص آخر أن يدفع رأس كل سنة ما يقارب ألفين ريال فهل هذا يجوز وهل يكون هذا عبدا لا يجوز أنه يأخذ تعب هذا العامل إما أن يأذن له بالعمل بدون شيء وإما أن يسفره إذا صار ما عنده عمل يسفره وانتهى أما أن يتركه ويعمل عند الناس ويأخذ تعبه وعرقه ويعطيه منه شيئا يسيرا هذا ظلم وأكله لأموال الناس بالباطل وهذا من استخدام الأحرار الذي لا يجوز نعم قد صدر قرار من هيئة كبار العلماء منذ عشرين سنة بمنع هذا الشيء نعم أحسن الله إليكم يقول هل استحمام النظافة وقد نوى أن يدخل الماء في فمه وأنفه هل يجزئ ذلك عن الوضوء إذا تمضم الله واستنشق قبل ثم إن غمس في الماء يجزئ ذلك عن الوضوء مع النية نية رفع الحدثين الأصغر والأكبر لكن لا بد من المغمضة والاستنشاق نعم يقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم للشباب الذين جاءوا إلى هذا المكان ليدرسوا ثم نجدهم لا يلتحقون بدروس العلماء ويضيعون أوقاتهم فيما لا ينفع هذا ما في شك أنه خلل أنه خلل في عملهم وحرمان من الفائدة لكن إن كانوا لا يحضرون المحاضرات بعذر أنهم يذاكرون دروسهم ويتقنونها فلا بس هذا الشيء طيب هم على خير سواء حضروا أو اشتغلوا بدروسهم ليتقنوها نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم الاجتماع لقراءة القرآن مرة في الأسبوع طلبا من الله لخيري الدنيا والآخرة لا الاجتماع ما الهصل أما أنه يقرأ القرآن بدون اجتماع هذا شيء طيب نعم يجوز التدارس إذا كان هذا لقصد المدارسة خشية أن ينساه مع أخيه تدارسون فلا بس بذلك أما إذا كانوا يعتقدون أن الاجتماع لطلاوة القرآن مشروعة ومرتبة في وقت هذا لا أصل له نعم يقول حفظكم الله تعالى فتواكم في وجوب نصيحة ولي الأمر سرا ألا تخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الجهاد كلمة حق عند إمام جائر الحمد لله قال عند إمام جائر إذن هذه سرية عنده ليست خارجة عن مكانه مجلسه فأنت جئت بما هو حجة عليك نعم أحسن الله إليكم يقول هل تتأثر العقيدة بالذنوب والمعاصي وكيف يتخلص المؤمن من الذنوب والمعاصي نعم الذنوب والمعاصي تنقص العقيدة إذا كانت صغير أو كباير دون الشرك كباير دون الشرك أو صغير هذه تنقص العقيدة نعم يقول حفظكم الله تعالى قد يزهد الكثير من الزواج بالقريبات محتجاً أن ذلك يورث أمراض وراثية فما مدى صحة هذا لا يجوز هذا من الغرب ليس من الشرع الشرع الرسول صلى الله عليه وسلم ولم تزوج من قريباته وزوج علي بن أبي طالب ابن عمه من بنت باطمة تزاوج الصحابة من أقاربهم ولم يمنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك إنما هذه فكرة غربية والظاهر أنهم يقصدون منها تقليل النسل عند المسلمين يعقدون الزواج عند المسلمين أقولوا نحددوا النسل نظموا النسل اجتنبوا الزواج من القريبات هذه كلها معوقات عن الزواج نعم يقول أحسن الله إليكم اعتمرت في شهر شوال فأريد الذهاب إلى الحج هذه السنة فأي حج أفضل في حاله الإفراد والتمتع تمتع أفضل لأنك تأتي بحج وعمره هذا أفضل من أنك تأتي بحج فقط نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم شراء السيارة بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك لا يجوز هذا هذا صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من خمس سنين أو أكثر بتحريمه لا يجوز لما فيه من الضرر والجهالة والغرر نعم يقول حفظكم الله تعالى ما هي أفضل الكتب التي يبدأ بها طالب العلم المقررات يا أخي أفضل الكتب المقررات التي بين يديك أتقنها مفهما وهي مفاتيح للعلوم تتوسع في العلوم بعدما تتقنها نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم العمليات الاستشهادية التي تكون ضد الكفار هذا العمليات الاستشهادية إنما تجر شرعا ما جرت خيرا ولا يجوز هذا الأمر أن الإنسان يفجر نفسها أو يفجر المباني أو يقول هذا من الجهاد هذا من الفساد يا أخي ليس من الجهاد هذا من الفساد والإفساد في الأرض ألا يجوز هذا فيها من النساء وفيها من الأطفال فيها من المسلمين من يذهب فيها ومن يتحمل هذه الدماء وهذه النفوس إلا أنت أسأل الله العافية والإسلام ليس دين فوضى دين انضباط وفاة بالعهود ما هو دين فساد وإفساد وتخريب لا وليس هذا من الجهاد يكذبون هذا ما هو جهاد هذا فساد جهاد له ضوابط له شروط له أحكام نعم يقول أحسن الله إليكم هناك من يقول بتحريم شرب عصير الكوكتيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خلط الطعام فما صحة هذا القول والله أنا ما أعرف شرابه وشي اسمه ها؟ إلا إذا كان فيه ضرر على الصحة إذا حذر الأطب منه حتى لو ما هم مسكر إذا حذر الأطب منه وشخصوا أن فيه ضررا فلا يجوز شربه نعم يقول حفظكم الله تعالى هل يكون في بعض الأحيان قول الحق يسبب مفسده وما ضابط ذلك؟ في غير محله نعم يسبب مفسده إذا كان قول الحق في غير محله وفي غير وقته أيها سبب مفسده نعم يقول أحسن الله إليكم هل هناك قاعدة معينة يعرف من خلالها التفريق بين الأسماء الخاصة بالله سبحانه وبين الأسماء التي يجوز إطلاقها على الخلق؟ فيها الأسماء الخاصة بالله التي لا يسمى بها غيره سبحانه مثل الله هذا لا يسمى به غيره سبحانه وتعالى فلا يجوز أن يسمى أحد الله هم بقية الأسماء كالعزيز والحكيم والسميع والبصير وهذا يسمى بها المخلوق والله سمى بها المخلوق أيضا قال الملك سماه ملكا وجعلناه سميعا بصيرا هذا في المخلوق فهناك صفات تكون في المخلوقين لكن مع الفارق بين صفات المخلوق والخالق وذلك من حيث الكيفية كيفية صفات الله تختلف عن كيفية صفات المخلوقين نعم يقول أحسن الله إليكم أفيدونا عما يحصل من بعض أهل البدع في مدينة القطيف وما موقفنا من ذلك نسأل الله العافية وأن يكفينا شر الأشرار هذا موقفنا الدعاء للمسلمين والنصيحة لمن يقبل النصيحة من هؤلاء نعم يقول أحسن الله إليكم بعض الدول الكافرة يتوفر عندهم الأمن والرخاء فكيف نجمع أن الشرك لا يجتمع مع الأمن صحيح هذا ما عندهم أمن ولا رخاء ضاعتنا أخلاقهم سامحين بأخلاقهم وأعراضهم ضاعة والرباء فاشي والرشوة فاشية والقمار وين أخلاقهم ضاعتنا أخلاقهم لكن أنت ما تدري نعم يقول أحسن الله إليكم عندما تنادي شخصا لا تعرفه فتقول له يا الطيب فهل فيه محظور شرعي إذا كان طيبا الحمد لله لا بس أما إذا كمه طيب ما يجوز تقول أن طيب نعم ضع الأسماء في محالة نعم يقول أحسن الله إليكم إني أريد الجهاد في سبيل الله فإلى أي مكان أتوجه مع ولي الأمر مع ولي الأمر ولي أمر المسلمين إذا نظم الجهاد ودعا إليه تخرج معه إذا استنفرتم فانفروا إذا استنفرتم قال إذا استنفرتم فانفروا ما لكم إذا قيل لكم انفروا انفروا في سبيل الله فإذا دعاك ولي الأمر إلى الجهاد هجب عليك أنك تجيب هذا نعم يقول أحسن الله إليكم هل يمكنكم أن تشرحوا لنا حكم الاستشفاع بالأموات لا يجوز الاستشفاع الشفاعة حق لله لا تطلب إلا من الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة فتطلب من الله اللهم شفع في نبيك شفع في عبادك الصالحين تطلبها من الله عز وجل ما تطلبها من المخلوق الميت نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم زيارة أهل البدع من الرافضة والصوفية والتصور معهم وإخراج ذلك في الإعلام بحجة الدعوة وما موقفنا من الدعاة الذين يفعلون ذلك إذا كانوا لا يقبلون الدعوة وهم مصرون على مذهبهم وإنما يريدون أن يجتذبوك إليهم لا أنت تجتذبهم وإنما هم يجتذبونك إليهم فلا تذهب إليهم نعم يقول أحسن الله إليكم هل يجوز ترك السنن لأجل الدعوة إلى التوحيد ما تترك السنن ليس ترك السنن دعوة إلى التوحيد من قال هذا تعمل السنن وتدعو إلى التوحيد نعم يقول أحسن الله إليكم أسمع بعض الدعاة يطالبون بالملكية الدستورية والديمقراطية فما حكم ذلك لكن الإسلام يدعو إلى السمع والطالي ولأمر المسلمين ما دعا إلى هذه الأمور هذه أمور وردت من الكفار نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم من يموت من رجال الأمن في الميدان وماذا يقال لهم حسب نياتهم حسب نياتهم إذا كان قصدهم الدفاع عن المسلمين وحفظ الأمن فهم ماجورون وترجع لهم الشهادة نعم يقول أحسن الله إليكم إنني طالب غير متزوج وإني يفكر في النساء كثيرا فألجأ للعادة السرية وإني أريد أن أتركها ولكن لا أستطيع فما نصيحتكم قولك لا تستطيع هذا ما هو بصحيح تستطيع إذا عزمت على هذا إنك تستطيع بإذن الله تستعين بالله ولا يجوز إنك تذهب إلى العادة السرية تزوج يا أخي وإلا أصبر لما يغنيك الله وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله ما تستعمل العادة السرية استعفف والعفة تقتضي هذا نعم يقول أحسن الله إليكم كيف يجمع بين قوله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبد الله واشترم الطاغوت وبين وجود أهل الفترة بلغتهم دعوة الرسل الذين من قبل عندهم بقايا من دين إبراهيم عليه السلام عندهم بقايا من أديان الرسل السابقة عندهم بقايا بلغتهم الدعوة وأن هناك رسل وأن هناك دعوة إلى الله بلغهم ذلك نعم يقول أحسن الله إليكم ما ضابط من يأخذ صلاحيات ولي الأمر من المسؤولين لأني سمعت منكم سابقا أنكم قلتم مدير المدرسة ليس ولي أمر لا ولي أمر في حدود دارته ولي الأمر فوض إليه هذا فوض إليه دارة المدرسة له صلاحية ما في شك ولاية خاصة ما هي بعامة نائب هذا يكون نائب عن ولي الأمر فيما وكل إليه نعم ما حكم التلطف مع الشيعة كما يفعله بعض الدعاة يقول إخواننا الشيعة أو يا أخي ونحو ذلك إذا كنت أعلم ما هم عليه من الانحراف ومن عداوة الصحابة ولعن الصحابة تقول إخواننا هذه مغالطة لا تقول إخواننا اتركهم اتركهم ما كلفت أن تقول إخواننا وهم على هذه الصحابة نعم يقول أحسن الله إليكم ما ضابط ما يدخل في السياسة الشرعية لأن بعض الأساتذة عندنا يقول إن تقنين سن الزواج يدخل في السياسة الشرعية السياسة الشرعية يا أخي ما تخالف سنة الرسول تزوج الصغير الصغير دل عليها كتاب الله وسنة رسوله وإجماع العلماء فما كان يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع فهو مردود وليس من السياسة الشرعية لازم السياسة الشرعية توافق الكتاب والسنة وما عليه المسلمون هذه السياسة الشرعية نعم أحسن الله إليكم يقول إن بعض الناس يقول أن أعلى منازل الجنة هي جنات النعيم وليس جنة الفردوس فما صحة ذلك هذا جاهل ولا يدري الفردوس هو قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسألوا الله الفردوس فإنه أعلى الجنة الرسول يقول هو أعلى الجنة وأن تقول لا ثم أيضا الفردوس هو النعيم فيه نعيم يجمع النعيم والفردوس نعم يقول أحسن الله إليكم ما هو النفاق النفاق يظهار الخير ويبطان الشر فإن كان يظهار الإسلام ويبطان الكفر فهو نفاق اعتقادي وإن كان يظهار الخير وإن كان يظهار الخير والاتصاف مع الاتصاف ببعض صفات المنافقين فهذا نفاق نصر يصدر من المؤمن الكذب يصدر من المؤمن الخل في الوعد يصدر من المؤمن الكذب في الحديث هذا خصال من خصال النفاق وهذا نفاق نصر يحصل الرياء من المسلم وهذا نفاق نفاق نصر نعم يقول أحسن الله إليكم ما نصيح لكنه مؤمن ظاهرا وباطنا لكن يحصل منه بعض صفات المنافقين هذا نفاق نصر نعم يقول أحسن الله إليكم نرجو منكم توجيه نصيحة لمن يتخلف عن الصلاة مع الجماعة عليه أن يتقي الله عز وجل ولا يتخلف إلا لعذر قال صلى الله عليه وسلم من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر قيل وما العذر قال خوف أو مرض فلا يجوز لمن يسمع النداء وهو قريب منه وليس له عذر يمنعه لا يجوز له أن يتخلف نعم يقول أحسن الله إليكم هل الزيدية شيعة وروافض وهل نعاملهم معاملة الكفار الزيدية شيعة لكن ليسوا روافض الشيعة الروافض أشد والشيعة أقسام كثيرة تقسموا إلى أقسام بعضهم أخف من بعض نعم يقول أحسن الله إليكم ما المراد بإلصاق القدم بالقدم والمنكب بالمنكب في الصلاة تقارب المراد التقارب يقرب بعضكم من بعض بحيث لا يبقى فرج خلل في الصف أما ما يفهمه بعض الناس أنه يفحج رجليه ويأخذ محل اثنين أو ثلاثة ويضيقها على من بجانبه ليس هذا هو التقارب هذا تباعد هذا تباعد وليس تقاربا أحسن الله إليكم هذا يقول لدي بعض الزملاء يقولون لا يطلب العلم في الرياض إلا على نفر يسير لا يزيدون عن عشرة أشخاص فقط الله وسع الخير وسع طلب العلم وهذا يضيق يحصروا بعشرة أشخاص هذا تحجر واسع كل من عنده علم وعنده دين وعنده تقال الله يأخذ عنه العلم نعم وهذا يقول أحسن الله إليكم أريد من سماحتكم توجيها لبعض الملتزمين المتشددين تشدد لا يجوز يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يريدوا الله بكم اليسر ولا يريدوا بكم العسر فالتشدد لا يجوز لا في الدعوة ولا في غيرها نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى الاستشفاء بالأموات فإني لم أفهم هذه العبارة تطلب الشفاعة منه تروح للقابرة أو للميت أو أنت ببيتك أو فيما تقول يا فلان شفع لي وهو ميت تخاطب ميتا وتطلب من ميت لا يجوز أما أنك تجي إلى واحد حي من المسلمين تقوله ادعو الله لي ادعو الله لي يدعو لك ما يخال أما الميت لا يطلب منه شيء لا دعا ولا شفاعة ولا شيء لأنه انقطع عمله خرج من هذه الدنيا وانقطع عمله لا يملك لا دعا ولا شفاعة ولا شيء وهو ميت نعم يقول أحسن الله إليكم ما هي التوجيهات والنصائح لضبط النفس تقوى الله عز وجل والعمل بشرعه بهذا تنضبط النفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها فأما من وقد خاب من دساها نعم يقول أحسن الله إليكم بعض الإخوة يخرجوا من الكلية بعد صلاة الظهر ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد المغرب فما حكم هذا الفعل وقال تعالى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المعوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المعوى فالإنسان هو الذي يجر نفسه إلى الخير ويلزمها بالخير ويربيها على الخير ويزكيها بالخير ولا يهملها ويعطيها ما تشتهي تجمح به للشر نعم يقول أحسن الله إليكم بعض الشباب يخرج من الكلية بعد صلاة الظهر ثم ينام ولا يستيقظ إلا بعد المغرب فما حكم هذا الفعل هذا مضيع للصلاة مضيع للصلاة الذي يعتاد هذا وكل يوم يسوي كذا هذا مضيع للصلاة أما لو أنه حريص على حضور الصلاة في وقتها ولكن غلبه النوم بعض الأحيان هذا معذور لكن إنسان يرتب هذا الترطيب هذا مضيع للصلاة نعم يقول أحسن الله إليكم هل المأموم يقرأ الفاتحة بعد الإمام في الصلاة الجهرية؟ نعم لم أمكنه ذلك في سكتات الإمام يقرأ الجهرية هنا يقول أحسن الله إليكم أحد أقاربي لديه تجارة وهذه التجارة بنيت على حرام فكيف يحلل تجارته؟ خله يسأله يا أخي ما هو أنت اللي تسأل عنه خله يقدم سؤاله ويسر الله له الجواب إن شاء الله نعم يقول أحسن الله إليكم كيف التفريق بين ما يلج في النفس من وسواس هل هو من الشيطان أو هوا في النفس؟ الشيطان الوسواس من الشيطان الله جل وعلا قال من شر الوسواس الخنّس وهو الشيطان هو الوسواس الخنّس يعني إذا ذكرت الله انخنس عنك وابتعد إذا غفلت عن ذكر الله وسوس هذه طريقة مع بن آدم نعم يقول أحسن الله إليكم فقدنا الشيخ عبدالله الغديان ولم ندرس عليه فهل لا حدثتمونا عن شيء من حياته؟ رحمه الله حياته أنتم تعلمونها حياة العالم الذي ضبط وقته ونشر الخير ويرجى له الخير بإذن الله نعم يقول أحسن الله إليكم أسمع كثيراً عن جماعة الإخوان المسلمين وأنها ستقيم الخلافة الإسلامية فهل ننتمي لهذه الجماعة؟ تنتمي لجماعة أهل السنة الذين على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي اللي يريد الخير هذا الطريق ولا يذهب مع من خالف هذا الطريق نعم يقول أحسن الله عليكم أحسن الله إليكم إنني أتحسر عندما أرى إخواني في سوريا يقتلون ونحن نتخاذل عن نصرتهم فإلى متى هذا التخاذل؟ ما أدري عن كنتم إياهم أنا ما أدري إيش ظروفهم ولا أدري إيش وإيش تبي تنصرهم به ما أدري نعم أحسن الله إليكم يقول ما حكم صلاة الوتر وهل يعاقب المسلم على تركه لها؟ صلاة الوتر سنة مؤكدة عند جمهور أهل العلم سنة مؤكدة وإذا فاتته الليل يقضيها في النهار كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي الوتر في النهار ويشفعه نعم يقول أحسن الله إليكم يدعو بعض الناس للتقارب مع الشيعة فهل هذا صحيح؟ وهل يؤدي إلى فض الإشكالات التي بيننا وبينهم؟ إذا كان بيتركون ما هم عليه هلا بأس إذا كانوا سيبقون عن ما هم عليه ويريدون منا أن نقرب منهم ونترك ما نحن عليه هلا يجوز هذا؟ نعم يقول أحسن الله إليكم أنا أفعل معصية وأتوب منها ثم أرجع إليها وأتوب وأنا دائم أقع فيها ما الحل الأفضل لاجتنابها؟ الحل مداومة التوبة كل ما حصل منك وقوع في المعصية توب إلى الله توبة صادقة والله يتقبل من التائبين حتى ولو تكررت قل يا عبادي الذين أسرقوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعاً واترك الأسباب التي تسبب لك الوقوع في هذه المعصية ربما أنك تتعاطى أسبابها فتقع فيها ابتعد عن أسبابها وعن مكانها وعن أهلها نعم يقول أحسن الله إليكم وجدت كتباً مرمية في أماكن مهانة فأخذتها لأستفيد منها فما حكم ذلك مع غلبة الظن أن الكتب لا يزيد سعرها على مئة ريال ما دام صاحبها ملقيها وراغباً عنها ما يريدها خذها الحمد لله وأنت ما أجور إن شاء الله برفعها والاستفادة منها أو تعطيها من يستفيد منها نعم يقول أحسن الله إليكم يوجد بيننا روافض في العمل كيف التعامل معهم وكيف ندعوهم إلى الحق أدي عملك وأنت على دينك وعلى مذهبك الخير وهم لا تنبسط معهم وتضحك معهم خلهم يعملون على حدة وأنت على حدة نعم وإن حصل تبتعد عنهم فهو أحسن نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم قول الله يغرب له ما يجوز الدعاء على المسلم إن الله يغرب له تقول الله يهديه الله يهديه الله يغفر له الله نعم يقول أحسن الله إليكم هل يجوز أن نسمي شخصاً كافي أو غفور أو نحو ذلك لا ما يجوز هذا مبالغة كافي ما يكفي الله هو الكافي سبحانه وتعالى غفور هذه صيغة مبالغة هذه لله عز وجل تقول عبد الغفور ما يخالف عبد الكافي ما يخالف نعم أحسن الله إليكم يقول هل ترتيب الآيات والصور من النبي صلى الله عليه وسلم أو من اجتهاد العلماء ترتيب الآيات من النبي صلى الله عليه وسلم توقيفي هو الذي يأمر بوضع الآية في مكان كذا وأما ترتيب المصاحة ترتيب السور ترتيب الصور فهذا محل اجتهاد من الصحابة وبعض العلماء يرى أنه أيضا بتوقيف من الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الجمهور على أنه باجتهاد الصحابة نعم يقول أحسن الله إليكم أريد أن أخرج قرضا لكن عن طريق أحد الإخوان وبإسمه وسأكفله وأنا الذي أدفع الأقصاط وأعطي الرجل مبلغ وأعطي الرجل مبلغا من المال مقابل ذلك أحسن من هذا الكفالة أو الضمان تتقدم إلى من يقرضك بضمان فلان أو كفالة فلان نعم يقول أحسن الله إليكم ماذا توصي طالب العلم أن يحفظ من المتون مقرراته يحفظ المقررات التي معه ويتقنها ويسأل عما أشكل عليه منه نعم يقول أحسن الله إليكم أنا طالب مستجد وأجد ثقنا في طلب العلم فهل هذا دليل على ذنوبي وأنا صاحب ذنوب فهل لا أوصيتني وصية في ذلك قد يكون من سبب الذنوب وقد يكون من النفس النفس تريد النوم والراحة والكسل لا تريد التعب ولا تريد فأنت ألزم نفسك بذلك وتتعود إن شاء الله لا تطاوع نفسك نعم يقول أحسن الله إليكم ما صحة حديث خير الأسماء ما عبد وحمد ما هو بحديث هذا هذا حديث عوام الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن هذا الحديث الصحيح خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن وأصدقها حارث وهمام نعم يقول أحسن الله إليكم ما صحة حديث يمر يوم القيامة على المؤمن كما بين صلاة الظهر والعصر وكان كما قال الله جل وعلا وكان يوما على الكافرين عسيرا خص الكافرين أما المؤمن فهو سهل عليه على الكافرين غير يسير فدل على أن المؤمن يسير عليه نعم يقول أحسن الله إليكم هل المقربون السابقون بالخيرات يقع منهم كبائر وإذا كان كذلك فما الفرق بينهما وبين الظالم لنفسه من قال هذا المقربون لا يقع منهم صغائر الصغائر ما تقع منهم ولذلك صاروا مقربين لا تقع منهم الصغائر فضلا عن الكبائر نعم ولو كان تقع منهم كبائر صاروا من الصنف الأول الظالمين لأنفسهم أمنهم ظالم لنفسه نعم يقول أحسن الله إليكم هل يجوز تسمية رجل مهدي لا بس لا بس أنه يسمى مهدي وهذا طيب أنه تتمى النال والهداية نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم غيبة الكافر وما هو ضابط الغيبة مش الفائدة من غيبة الكافر لا فائدة من ذلك لكن تحذر منه لأن لا يغتر به أحد أو يصحه أحد لا بس هذا لمصلحة أما مجرد غيبة وتفكه بأعراض ما في فائدة نعم يقول أحسن الله إليكم هل في استعمال الشعر العامي النبطي في الدعوة إلى الله محظور شرعي إذا كان له معاني جيدة وصحيحة لا بس لأن بعض العوام يقبل هذا أكثر مما يقبل غيره نعم يقول أحسن الله إليكم في مدينة بعض الروافض من الإسماعيلية ويعزمون لا بروافض يا أخي الإسماعيلية هشد من الروافض ما يمكن يصر الروافض إسماعيلي نعم يقول فهل يجوز أكل ذبائحهم الحمد لله ما أحوجك الله إلى أكل ذبائح ذبائح أهل السنة متوفرة أو إذ بحنت الحمد لله نعم يقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم لمن يقول إن هيئة كبار العلماء هم علماء سلطان يقول اللي هو يريد ما هو يحمل على نفسه هو يحمل على نفسه وذنبه عليه نعم يقول أحسن الله إليكم ما معنى قول أبي بن كعب رضي الله عنه إن الصلاة في الثوب الواحد حسن جميل ما ما شفت الكلام هذا نعم يقول أحسن الله إليكم ما هو علاج قسوة القلب بتقوى الله عز وجل والاكثار من ذكر الله وتلاوة القرآن القرآن لين القلوب الذين هامنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب بذكر الله عز وجل تلاوة القرآن بمجالسة الصالحين نعم يقول أحسن الله إليكم المسلم المقيم في بلاد الكفار هل يجب عليه طاعة رئيس البلد وما الجمع بينه بين طاعة هذا الكافر والكفر بالطاغوت يطيع في غير معصية الله لا يطيع في الكفر ولا في المعاصي أما الأمور المباحة لا بس ولكن لا يقيم في بلاد الكفر وهو يستطيع الانتقال إلى بلاد المسلمين نعم يقول أحسن الله إليكم لي زميل يقولوا إن الدولة السعودية كافرة لأنها توالي الكفار لا تركه لا تركه لا تركه أقوله تركه هل يكفر المسلمين هذا مذهب الخوارج هذا مذهب الخوارج وما الآن يقولون الوهابية خوارج وهم يقولون الوهابية كفار صاروا هم الخوارج نعم يقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم لمن يمضي طول فترة الدراسة في تعلم القراءات العشر وينشغل بها عن طلب العلم الله ما هو أحسن أحسن يطلب العلم أول ما يستقيم به دينه ويعرف به دينه ثم بعد ذلك تخصص فيما يميل إليه من العلوم الشرعية نعم يقول أحسن الله إليكم ما نصيحتكم لمن يقرأ القرآن بالمقامات التي يقال عنها أنها مقامات موسيقية لا يجوز قراءة القرآن بالألحان والأواني لا يجوز هذا حرام وجاء في بعض الآثار والأحاديث أنه في آخر الزمان يتخذ القرآن أغاني تغنونا بها نعم يقول أحسن الله إليكم بعض طلاب العلم لا ينامون بعد العشاء إما في المذاكرة أو في الكلام المباح ثم تفوتهم صلاة الفجر إذن وش استفادوا لضيعوا صلاة الفجر ينامون يخذون قسطهم من الراحة لو تسهر الليل تصلي تتهجد وتنام عن الفجر ما يجوز لك هذا فكيف الذي يسهر الليل على قيل وقال وعلى ما لا تحمد عقبا وضيع صلاة الفجر نعم أحسن الله إليكم يقول ما هي صلاة التسابيح وما حكمها ما يحتاج نذكر لك صلاة التسابيح لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أتركها حكمها أنها بدعة ما دام لم تثبت أي بدعة نعم يقول أحسن الله إليكم ما حكم من يتكلم على المجاهدين في سبيل الله ويتصيد أخطاءهم وزلاتهم من هم المجاهدون في سبيل الله ما ندري منه إذا كانوا صحيح مجاهدون في سبيل الله لا يجوز تنقصوا لكن ما هم من هم الذين مجاهدون في سبيل الله الله أعلم نعم يقول أحسن الله إليكم يا شيخ إني أحب العلم والعلم لكن يصيبني أحيانا فتور فما نصيحتكم لي عالج الفتور يا أخي الحمد لله أنك تحب العلم والعلم يحصل فتور عالج هذا الفتور نعم يقول أحسن الله إليكم أرى بعض الإخوة لا يصلون مع الجماعة في إسكان الطلاب ويصلون في الخارج وتفوتهم بعض الركعات فما نصيحتكم علما أن بعضهم يقول أن أكثر الذين في السكن إما في الساق أو مبتدعة لا تسكن معهم مدام في الساق مبتدعة لا تسكن معهم نعم أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا وأكثر من سائل سماحة الشيخ طلب الدعاء له وللمسلمين وبعضهم طلب دورة ترجمة نانسي قنوρ